احنا بقينا في الواقع دلوقتي الواقع خلاص عايز اتكلمك على مواجهتين السنغال وبعد كده نتكلم كمان عن مواجهة كوديفار يوم الاربعة السنغال هوا المنافس اللي خوف يرعب يقلقنا قوياني ولا انت شايف انه المنافس لها نقدر نبقى ندي معاه ونبقى خمسين خمسين احنا عايز اقولك على الحاجة السنغال والمطفل تاكوديفار الاتنين مدرسة واحدة مدرسة عندهم العنصر المهاري والخطري والبدني قوي جدا انت بتتكلم في لعيبة نصها محترفة في أوروبا صح بيطبقوا كمان المدرسة الفرنسوية ما انا بقولك اللعيبة كلها بيترجمون مدرسة فرنسوية عشان بيتكلم اللغة الفرنسوية فبيعرفوا يطبقها بشكل مميز فانت بص على الهجمات المرتدة اللي بتعملها مثلا كوديفار المطش الاخير لما عملته قدام جزائر بص عملته ازاي يعني في اسرع وقت عندهم طرفين ملعب وقوة ملعب في نص ملعب لعبها قوي جدا فلازم انا لو منزلتش منت بشكل مميز هيبع عندنا مشاكل بالذات كمان انت عندك بتتكلم اللعيبة دي كلها متجمع بقالها كتير انت حتى شفت صراحات الجن بتاعهم ما بيتكلم من ايميت ومن ثلاثة من دي ها حتى المحد بيتكلموا بيقولوا انتو بتعملوا حساب بي على المسلا اي حد يقولك محمد صلاح اللغيب المرة واحد في العالم ده لما يقولك احنا عاملين حساب لمنتخب مصر كله يعني فهم انت يعني الاحترام قد ايه فانا شايف اللي هي فرقة مويزة جدا منتخب قوي جدا لازم نشتغل معا ما نزهقش بلغة الكورة نقدر نقفل على المفتاح اللي هي بتاعهم الموجودة لهم الاطراف الملع و الراس الحربة بتاعهم و راجب تاع نص ملع انت عندهم راجب لو جيت تتكلم عن الكوديفور انا بقى على السنغال انا بتكلم عن الكوديفور كوديفور كوديفور اول حاجة المطش اللي احنا نقبله لها مقبلة عطيهم الاربع لو جيت تتكلم بعض الشقة التانية اللي هو مما السنغال انا بقولك نفس المدرسة نفس الشكل بس بالعكس السنغال شوية اخطر لهم عندهم واحد بصوا زي محمد صلاح عندهم سادي ومانيق فده قوي جدا وده انا بتكلم مثلا صلاح اللي مثلا 50% او 80% محمد صلاح من قوة منتخب مصر اللي هي موجودة في الكارزمة موجودة في الشخصية جوة الملعب الماركت بتاعك اللي ميكون حد من الناس كلها بتشوف صلاح معروف في العالم كله فده كلها بتوبغئهبه للمنتخب الموجودة اللي هي بعض النس بتقول انت بتقولي محمد صلاح 80% من قوة منتخب مصر طبعا اللي الناس بتحاول تقلّ من اللي بيعملوا محمد صلاح مع منتخب مصر وما بيعمدش زي اللي بيعملوا في ليفر بول وانه مبيقدمش أداء كويس مع منتخب مصر وانت بتقولي انه 80% من قوة منتخب مصر حلوى ما هو السؤال ده انا برفعت لك الانت قلت عليه لا change محمد صلاح معلش. هو في المنتخب مصر بيلعب ايه. يعني جناح. ساعات بيلعبه جناحه وساعات بيحطه. طبعا. راس حربة. محمد صلاح من موازاته اللي هو بيجي بوشه. اسرع واحد موجود. فما ينفعش انا اسلمه بضهره. الضهر ديوش بتاعته خالص. صح. فدي ميزة من دين الموازات. انت محمد صلاح ما كان موجود مع كوبر كان بيعمل ايه. مختلف. وكان هداف منتخب مصر. بس احنا نتكلم هادي نقطة. مساجل خمسة وعمل اتنين في السبع هتاف جابيتهم مصر في تساكة سعاد. انت بتكلم في الضغط الموجود على محمد صلاح عشان الناس كلها عارف احسن عيب احسن عيب احسن عيب في العالم. عايزان احنا بلغة كرة مصر اللي هو عايز يعمل ايه هو الفرقة كلها. لأ. هو الموضوع اللي هو فيه ناس بيتشغلوا. محمد صلاح مش لوحده. صح. فلازم الناس يشغلوا عشان يبتير يطلع ويشغلوا من الشكل بتاعه. انت بشوف ليه بربون مختلف عشان الناس بتروح عملة كده. حطى المحمد صلاح في دار الناس. صح. فديه النقطة اللي بنتكلم فيها. فما ينفعش الناس تتكلم على صلاح. لا. ده صلاح حاجة تانية مختلفة. تماما. التانية حاجة احنا بقلنا سنين في مصر. ما جبناش حاجة زي محمد صلاح. يعني ما جبناش حد عمل انجازات. وانا امتهاي اللي محدش يجي زي محمد صلاح. يعني في الانجازات دي. والقوة دي والسرعة دي. مصر اللي ما عندها كم سنة ما عندناش حد بالسرعة دي عد محمد صلاح. صح. فانا شايف لا الناس اللي اه. انت عارف برة. المركت او او الكمة التسويقية اللي بتبقى موجودة في المنتخابات او في العالم كله. بيحسبوا منتخب مصر الكمية قمتة دي. محمد صلاح كمتة التسويقية بتاعته كام. تريزي جي كام. مصطفى محمد كام. فدي كلها ماجود. صح. يعني الكامة التسويقية عالي جدا. صح. فحنا ابنتكلم. قطو. اخ�ة اللي يقولك ان منتخب مصر كامة التسويقية 161 مليون يور. طيع. طيع. محمد صلاح 100 مليون يور. طيع. يعني الناس كل كلها بستين وهو صحيح ما صراح ميت مليون ميرون فانما كلمك التصنحة التسوقية والفنية محمد صلاح لما يكون عنده قائد او اسم كبير موجود زي ما انت شفت حتى الناس بتتصغير معك فدي كلها بتعمل لك بلغة الكرة بتعمل لك هبة في الملم يعني الناس كلها بتغفر بس هقول لك حاجة من حتة تانية بصراحة انت لما تقول لي محمد صلاح تمانين في المية من قوة المنتخب يعني منتخب قوة وعشرين في المية من باقي اللاعبين دي حاجة تقلق برضو ما تطمنش لا مش حاجة تقلق هو ده الواقع مثلا السنغال في عندها ساديو ماني وكوليبالي وادواردو مندي وعندهم نجوم كتيرة ادواردو مندي افضل حالس في العالم حلو عندهم اسماء كتيرة في التشكيلة فاه ممكن يبقى ساديو ماني بقى 30-40% من قوة المنتخب انت قلت كم اسم لقتي في سنغال 3-4 حلو قوي احنا في مصر عندنا مين تاني فائغ غير محمد صلاح مين القوي جدا موجود محمد صلاح مين فيش الى مصطفى محمد شوية صح هو اللي بيشارك والباقى كل في الاندية مش موجود اللي عمر مرموش على فترات في تشوتجارد وليس صغير فهم دول موجودين احنا بنتكلمك احنا قلت لك اول كلام اللي احنا فارت ايه احنا له تجديد والراجل اللي بيتري يعمل جيل تاني مختلف فاحنا بنتكلم لا صلاح هو الموجود دقتي هو الافوأ هو اللي موجود هو الاصلح الناحية التانية بنتكلم على مصطفى محمد مع شوية كان بيلعب وشوية بيقعد وشوية موجود فهي ده الواقع اللي هم نتكلم عليه السنغال اه سنغال مدرسة تانية لعبة محترفة عقلية من منتالة بتاعها مختلف احنا بنتكلم كوديفور نفس الكلام ليه بقى عشان هو بيطلع منصور وهو في اوروبا فمتعود على الطاعة احنا مكون نبالع في فرنسا مثلا كمعايا ناصر متع كوديفور او السنغال اه راجل بيشار ونص بيتكلم باية لغة البلد فانحنا بنقعد مسان عبارة ما نتكلم فهم واخدين عالعالعزين يتعلموا واخدين عالعجابة اوروبا عايزي يبقى يعمل نفسه بنفسه احنا عندنا مثلا مشكلة اه اللعب لما يبقى في هنا موجوده مصر وما يروح مثلا يلعب برا في اوروبا لو ما كانش حد يصوره او ما حدش يوفي الصور معاه ويتكلم معاه ولو كلام منه يبقى زعلان انا في مصر لما بنزل الشارع الشارع بيقف ما هي دي بقى النقطة عشان كده بقولك افاركا مطوعين وما عندهمش مشاكل يعني العقلية بتاعت محمد صلاح هي خلت محمد صلاح كده يعني محمد صلاح العقلية بتاعته هي اللي خلته يشتغل بالشغل دوت هو اللي خلت طور نفسه بشكل كبير قبل التحده اي حد هيجي مثلا تشيلسي او هيروح لعب في تشيلسي وما وفقش هقولك يا عم انا خلاص الموضوع كده خلاص بالنسبة لي اشتركوا في القناة